ترجمة نانسي قنقر وثقافة التسامح واحترام الآخر بين الشعوب والدول وأشهد معالي رئيس مجلس الشورى بمبادرات جلالة الملك المعظم بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إلى جانب تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية وأكتن معالي أن هذه المبادرات السامية تجسد نهجا إنسانيا ونيرا من أجل نشر التسامح وترسيخ العلاقات والروابط بين الدول والشعوب وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الإسامات والجهود المثمرة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترسخ مكانة مملكة البحرين وحرصها على تطبيق الممارسات الفضلة في نشر التسامح والتعايش والدعوة المتأصلة للسلام والحوار واحترام الآخر وذكر الصالح أن مملكة البحرين أصبحت نموذجا متفردا ورياديا إقليميا وعالميا في التمسك بقيمه ومبادئ التسامح والتعايش والإخاء الإنساني مشيرا إلى أن الدبلماسية البرلمانية البحرينية أثبتت دورها الراسخ في التعريف بالإنجازات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وبناء الشراكات الدولية والإقليمية لجعل التسامح ركيزة في نهضة ونماء المجتمعات